موسيقى لطالما عرف مطلع الفجر بالنسمات وزقزقات العصافير في كل بقاع العالم إلا في قطاع غزة يشرق على دوي سواريخ وأشلاء شهداء متناثرة هنا سجن مفتوح على الهواء الطلق وزنزانة للموت البطئ هنا ينام الفلسطينيون واحتمال أن يدفن تحت أنقاذ مساكنهم لا يفارق المخيال هنا استهدف القائد الميداني لحركة الجهاد الإسلامي بهاء عطلة الذي ارتقى شهيدا رفقة زوجته بعد أن قصف داخل منزله لترد الحركة بقذف ساروخي مكثف وصل إلى خمسين ساروخا داخل العمق الصهيونية متواعدة إياه أنها تدرك ما عليها فعله وأنها ستصاعد أكثر نحن ندرك دورنا وواجباتنا وما علينا نقوم به عندما يستهدف العدو قادتنا وأبنائنا من قادة السراء القدسي وقادة المكتب السلسة الحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يستشهد القائد فيفديه الجميع ويسيرون على دربه ليستكمل طريق التحرير والشهادة رغم كل ما بهم من ضنك للحياة وظروف معيشية قاسية نقول لبهاء أبو العطى أبو سليم إننا على دربك أيها القائد أيها الشهيد ولن تذهب دمك هدرا ولا سدى الاحتلال أقدم على جريمة نكرى غادرة بحق قائد كبير من قادة المقامة الفلسطينية عليه أن يتحمل كل التبعات ما لا يقل عن 22 شهيدا و70 جريحا هي حصلة القذف الصهيوني الذي كان كرد تخويفي لقطاع غزة الذي تحدت رسانة القبة الحديدية وأصاب عمق الأراضي المحتلة لكن هيهات أن يرتعد من يستقبل النار بصدر عار ترجمة نانسي قنقر